السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين ومشاهدين الجمال النهاردة كنا حابين يشارك معكم ميزان بياخدوه للأبحاث الدقيقة جدا وبياخدوه بتوع الدهب يا جماعة الميزان ده عبارة عن واحد من الف واحد من الف مش واحد من مية الميزان ده زي ما هو ظاهر مع حضراتكم كده الكافة دي بتتفك الميزان ده كهرباء مش محاول يا جماعة بيبقى كهرباء مباشر شحن مباشر بيبقى فيش عبارة عن زي دية يا جماعة زي فيشة الموازين العادية فيشة الكمبيوتر بيبقى كده الزرار ده بيشتغل منه الجهاز وبيبطل منه الجهاز كنت حابب اوصف عب الميزان ده بيجينا على طول صيانة هقولك السبب العب بتاعه الميزان ده لو السبب ان الميزان ده ما بيجي تشغل الميزان من الزرار ما بيشتغلش ما بينورش ما بيقيتش العب مش في الميزان العب في الزرار نفسه بارجع افك الزرار ده بمفك كده او بسكينة وبطلع الزرار ده البره بيطلع معاه تلات سلوك بلحم كل السلكين في اتجاه زي ما هو مديني وسلك واحد في اتجاه تاني وبعد كده بجرب الزرار بلاقي بيشتغل معايا والامور طيبة هو ده عيب ميزان زي ده. وبالنسبة لو في اي عيوب او في اي حاجة سيبونا تعليقكم وهنرد برضو على حضراتكم. لو في اي عيب واحنا عندنا صيانة شاملة لجميع انواع الموازين اللي بنشرحها لحضراتكم ديها. وعندنا بيقعد جميع انواع الموازين اللي برضو بنشرحها وبنقرضها لحضراتكم كده. انا بشغل ميزان عندي زي ده. الميزان ظاهر مع حضراتكم كده اوة. بيعد معايا ارقام. الميزان ده حمولته كام هنا يا جماعة? حمولته خمسمائة جرام. يعني حمولته نص كيلو بس. تمام? انا الميزان هنا مديني تلاتين. لان الميزان ده دقيق شوية. بقى بصفر عليه من التير ده. ايه الميزان بيزهر معايا? لو جات احط معيار زي ده. المعيار ده معايا عشرة جرام. فظاهر معايا هنا عشرة جرام. مديني كام سفر هنا? واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اصفار زي ما هو ظاهر معايا. لو حبيت ان انا اوزن شلت المعيار وحبيت ان انا اوزن سلك او حاجة زي كده. المفروض ان هي ما تظهرش معايا الخمسة وعشرين جرام دلات هنشوفوا موضوحهم ايه. مديني هنا ربعمية تلاتة وتسعين جرام. لو جات ارفع هيقول لي ايه المفروض ان هو يصفر معايا? بس الوضع ده بيبقى محتاج ان هو يتحط في باترينا ازاز ما يكونش فيه اي هوا ما يكونش فيه اي حاجة من الحاجات دي. لو عندي الميزان ده بتاكد ان الكافة دي ما تكونش حكة في حاجة او فيه اي حاجة هنا حكة في الميزانة فبركب الكافة دي مزبوط كده. اهوة وبربط. ايه الميزان صفر معايا? اه اللعب بممكن يكون في الكافة لو بيديني ارقام او ما بيصفرش تلقائم مجرد ان انا حط الحاجة وارفحها ما بيصفرش يبقى اللعب في الكافة بقاليف في الكافة كأنه زي ما بربطها كده يا جماعة عشان يبقى الحساسة بتاعت الهوة ما تدخلش جوه الميزانة طاعت تدي له هوة يفيديني ارقام بالعكس. طب زي ما احنا متعودين. انا عندي اتير ده لانا لو حطيت اي معيار زي ايا كان مسلا معيار زي ده ده مديني عشرة جرام ويه بالزبط حبيت ان انا اصفر عليك انه مش موجود بصفر عليك انه مش موجود لو جات اوزن حاجة زي كده بيديني وزنها بعد ما ربطت الكافة كان ربعمائة شوية دل وقت خمسمية وتلاتاشر من عشرة تلاتاشر ميلي لو جات ارفع حاجة زي كده السلك ده وجات ارفع المعيار نفسه هيقولي ناقص تسعة جرام تسعمية وتسعة وسبعين بصفر من اتير لو في اي حاجة ايه الزرار عندي هنا بخليه على حرف الجرام لو من اليونت ده لو ضغطت على الزرار بيديني اوزان مختلفة جماعة بعض اضغط على الزرار عشان قاعد يديني اوزان يرجع لحرف الجرام اللي انا حبه هو ده مديني حرف الجرام بخلينا عالجرام وبشتغل عليه بوزن عليه ولو في اي معايرة لو حبيت ان انا اعاير الجهاز زي ده لو ضغطت عليه هيديني الكل وهيديني عشرين جرام لازم انا اتاكد ان يكون عندي متوفر عشرين جرام يا جماعة فبتأكد ان العشرين جرام فبحط العشرين جرام بتوعه هوت وبصبر عليه ثواني كده زبط لي العشرين جرام بتحت تلقائي هوت لو جت ارفع المعيار هيديني ايه ناقس اه ما كده كان ناقس ستة هوى اه اصفر معايا لو جت اوزن العشرة جرام لوحدة تاني هيديني العشرة جرام تسعة جرام وتسعة ملي وتلاتة وعشر تسعمية تلاتة وعشرين اهمة يا جماعة زي ما هزاهر معايا الميزان ده ما بشحنهوش تلقائي طول ما مديني التلات اضاءات الخضرة كده فمش محتاج ان اشحنه عشان ما بوصي البطراب تحته ايه لما ينقص شرطة او شرطتين ابدأ ان انا اشحن الجهاز زي ده ايه طول ما هو فل كده ما هحطهوش على الكهراء بالنهاية وبالنسبة لميزان زي ده ايه اقدر انت ازاي اقدر اصايم ميزان زي ده لو لو في عيب ما بينورش يبقى العيب في الزرار ازاي اقدر استخدم ميزان زي ده ازاي اقدر ابرمج ميزان زي ده فبكده انتهينا من حلقتنا ان شاء الله ولو في اي استفسار او في اي تعليق سيبونا تعليقكم وهنرد على حضراتكم ونشوفكم على خير يا شباب